السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة تساؤل كبير كيف هيئ الله تعالى الأرض لأبينا آدم عليه السلام قبل الهبوط هذا سؤال كبير لكي نفهم به واقعنا المعيش ماذا علينا أن نفعل إيزاء هذا الكوكب الأرضي وإيزاء ميدان التعمير وميدان البناء وميدان الفلاحة وكل الميدين الخادمتية كيف ربنا عز وجل هيئ هذه الأرض لأبينا آدم قبيل الهبوط هناك بعض الفلاسفة وبعض المفكرين أصحاب النظريات الغربية الإلحادية تنطلق من مادية الكون ومن مبدأ الصدفة المتناقض مع العقل والفطرة سيما نظرية داروين هذه النظرية تقول بأن الإنسان وجد في الأرض لأن الطبيعة هي التي خلقته ومن تم نجد هناك تدبدب في الأفكار وإذا ما وجهت إنسان بعض الإبتلاءات ينتكس ويشعر باليأس وربما قد يفقد الرغبة في الحياة المنظور الديني سواء منه الإسلامي أو غيره يؤكد بأن آدم هو أبو البشرية آدم هو أول المخلوقات الإنسانية هو فوق هذا الأرض مخلوق ومكلف بمهمة ونحن جميعا أيها الأحباب الكرام كلنا مخلوقات خلقنا المولى عز وجل وكل واحد فينا مكلف بمهمة لكي نفهم ذلك دعونا نرجع إلى الوراء ونتفحص في حقيقة أبينا أبونا آدم عليه السلام ربنا عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في أرضه وكرمه هو ودريته من بعده وصخر لنا كل ما في الأرض جميعا هكذا باختصار فلسفة الوجود نحن درية آدم نحن خلقنا بخلق الله عز وجل نفخ في أبينا الروح وأسجد له الملائكة وجعله خليفة في الأرض ونحن من دريته كرمنا من بعده وسخر لنا كل ما في الأرض جميعا وطالب منا طالب منا ما هو المطلوب منا أو بعد العبادة مطلوب منا التعمير والتشييد والبناء والإصلاح لكن نلاحظ بأن الناس ليسوا سواء فدرية آدم هناك من يريد أن يبني وهناك من يريد أن يهدم هناك من يريد أن يصلح وهناك من يريد أن يفسد الناس أشكال وألوان فعلينا أن لا نتفاجأ هكذا خلق الله الوجود يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك وجاء منهم الخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك فالناس هكذا خلقهم الله ربنا عز وجل خلقنا من قبضة من طين الأرض من جميع أطراف الكوكب الأرضي لهذا الناس يختلفون في الهيئة وفي اللون والشكل هناك الجنس الأبيض هناك الجنس الأحمر هناك الجنس الأسود وبين ذلك هناك الأزرق والأصفر وغيرهم هذا من حيث الشكل أما من حيث الطبائع والسلوكات فالناس خلقوا هكذا منهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم السهل ومنهم الحزن فربنا عز وجل لما خلق آبان آدم من أدم الأرض جعل فينا هكذا التنوع طيب وصالح ورديء وطالح وكان أبونا آدم في أول الخلق طوله ستون دراع ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن هكذا جاء في الحديث أبونا آدم في أول الخلق كان لطوله ستون دراع وكلما كثر الخلق تقلص الحجم ولكن يوم القيامة سوف يبعث الناس على طول آدم ستون دراع لأن الجنة طويلة وعارضة جنة عرضها السماوات والأرض أما هذا الكويكب الأرضي الذي نعيش فيه فهو ضيق وصغير ولا يتحمل أن يكون البشر على ظهره فيهم ستون دراع في الطول خصوصا وأنهم قد صاروا ملايير البشر الله تعالى لما خلق آدم خلقه إنسان كامل قال في أحسن تقويم وليس كما تقول النظريات الغربية الإلحادية بأن الإنسان كان قردا ثم صار يتطور عبر الزمان والمكان وظروف الطبيعة ثم اعتدل وصار إنسان كما هو اليوم أبدا الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى منذ ملايين السنين خلقه في صورة إنسان لكنه كان طويلا عريضا وربنا عز وجل كل ما فعله وقلص من حجمه لأنه سيأكل كثير ويتطلب استهلاك وفير ونحن نعلم القلة الاستهلاك الناس يعانون من الفقر ومن غلاء المعيشة ومن ندرة الأطعمة وندرة المياه فتصوروا لو كان هذا العدد الذي هو اليوم سبعة ملايير من البشر طولهم سبعون دراعا كآدم عليه السلام كيف هيكون حالنا الله تعالى قلص من الحجم لأنه يعلم بأن الخلق سوف يتكاثرون ربنا سبحانه وتعالى منذ أول الخلق خلق آدم في صورته الكاملة في أعدل خلق وأحسن الصورة وخاطبه بذلك فقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شأ ركبك فأجمل صورة في الوجود هي صورة الإنسان إكرام من الله تعالى أن جعل الإنسان يسير على قدمين وكل المخلوقات تسير على أربع أو تزهف على بطنها أو تطير بجناحيها إلا الإنسان ربنا خلقه يسير على قدمين مستقيما معتدلا الله كريم حينما أراد أن يخلق الإنسان أولا خلق ربنا سبحانه وتعالى الأرض خلق له المنزل وهيأ له المنزل قبل أن يخلق آدم ربنا خلق الكون ومن داخل الكون ومن وسط الكون اختار ربنا عز وجل الكوكب الأرضي وزينه وأعده لسكن هذا المخلوق الجديد فقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الأرض منذ ذلك الوقت كانت على ما هي عليه الآن من الاستقرار الأرض كانت مستقرة منذ أن خلقها الله أول وهله جعل لكم الأرض ذلولا ثم هذه الأرض ربنا جعل فيها الخيرات وقدر فيها أقوتها الكلام بأن هناك ندرة في الطعام وندرة في الشراب هذا كلام غير صحيح يعني ما تناقص هنا يتواجد هناك بوفرة فربنا عز وجل نفى أن يكون للبشر في زمن ما يصابون بالمجاعة كلهم أو يصابون بالجفاف كلهم أو يصابون بالفقر كلهم أبدا فربنا يبتلي هذه المنطقة وتلك المنطقة ولكن في العموم هذه الكوكب الأرض فيه الخير الكثير ولن ينقضي أبدا خلق الأرض وقدر فيها أقوتها وسخر فيها كل المخلوقات لخدمة آدم وهيأ فيها كل شيء هيأ البيئة الملائمة للحياة وهيأ البيئة الملائمة للخلافة لأن جاء لكم خليفة يخلف بعضهم بعضا وأيضا للعبادة وللعمارة استعمركم فيها طلب منكم عمارتها الأرض كله خلق الله عز وجل هكذا كما قال عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وغاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا تجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا هكذا يتحدث القرآن العظيم أنه قبل أن يخلق آدم ربنا هيئ الكوكب الأرضي وجعل فيه الطعام والشراب الكافي لكل البشر هناك الماء الوفير هناك الزراعة الوفيرة هناك الأسماك الوفيرة هناك اللحم للبخائم الوفير الخير كثير كل النظريات التي تدق ناقوس الخطر بأنه سيصاب العالم بالمجاعة وسيصاب بندرة المواد الأولية كل هذا كلام تروجه بعض الجهات ما يسمى بالليبرالية المتوحشة وإلا فإن الرزق الله كثير أي نعم ربنا قد يعاقب أو قد يبتلي هذه المنطقة دون تلك المنطقة بالقلة والندرة ولكن على وجه العموم الخير موجود في كل مكان ومن ثم ربنا لما أعد هذه الأرض ومهدها وهيئها وجعلها صالحة للسكن والعيش عليها طلب من آدم أن ينزل وقلنا بطو وقلنا بطو يعني الخطاب موجه لآدم وحواء وأيضا لإبليس إبليس هو أرنبة السباق إبليس خلقه الله تعالى للإبتلاء لأن في المنافسة وفي المسارعة وإبليس وأشبه بأرنبة السباق لكي تقع هناك المنافسة وقلنا بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ونحن الآن أيها الأحباب الكرام عندنا مستقر في الأرض وعندنا متاع إلى حين بعض الناس تسألون هل كان آدم وحواء في الأرض أم كانوا في السماء يعني ما المقصود بأن الله تعالى أنزله من الجنة هل الجنة التي خرج من آدم هي الجنة الموعودة أم هي جنة أخرى أبدا جنة الآخرة هي ليست هي الجنة التي كان فيها آدم وحواء وربنا طلب منهما أن يهبط منها لأن جنة الآخرة تسمى بجنة الخلد يعني كل من دخلها عاش فيها نعيما أبديا ولا يطرد منها أما الجنة التي كان فيها آدم فسمها بعض العلماء بجنة التجربة العملية هي منطقة في السماء ربنا عز وجل خلق فيها آدم ثم أنزله منها وأعطاه التجربة للإبتلاء لأن الجنة السماوية ضخمة وكبيرة وقد جاء في الأهديد الصحيحة أن الراكب يسير تحتها خمسمائة عام بمعنى أن أوراقها كبيرة لكن ربنا يحكي لنا عن آدم وحواء لما كان في الجنة المقصودة أنهم كانوا يبحثان عن أوراق صغيرة ومتناثرة يستران بعوراتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فالجنة التي كان فيها آدم وحواء هي غير الجنة الموعودة المسمت بجنة الخلد وإنما هي جنة التجربة العملية ربنا عز وجل اقتضى من حكمته أن ينزل آدم وحواء قيل بأن آدم أنزل بمنطقة في الهند وأمنا حواء أنزلت بمنطقة قريبا من مكة المكرمة هي منطقة جدة وهكذا لما نزل إلى الأرض كان عليهم أن يتعلم الحرف ويتعلم فنون الفلاحة والزراعة والصناعة لكي يعيش هذا الكوكب الجديد كوكب الأرض ربنا سبحانه وتعالى هيأ فيه كل شيء وساعد آدم أول مساعدة قدمت لآدم أن الله تعالى أعطاه القدرة على التعلم وعلى الفهم بسرعة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أعطاه الله تعالى مبدأ التعليم تعلم الأسماء كان يرى الشيء ويعطيه الإسم المناسب والمطابق له وهذه الأسماء هي كثيرة جدا أعطاه أسماء الأشياء وأسماء المخلوقات وأسماء الأفعال كالقيام والقعود والحركة والسكون وغير ذلك ربنا علمنا كل شيء التعليم أيها الأحباب الكرام التعليم هو تذكر لأن الإنسان يخلق على الفطرة ويخلق مغيّة لكي يتعلم كل شيء حتى الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب في المدرسة هو معلم أشياء بالفطرة هناك أميون إذا جالستهم وتكلمت معهم تتفاجأ بقدرتهم على التحليل وعلى الوصف وعلى التسمية المسميّة بأسمائها تقول هذا لم يدرس في الجامعة ولا في المدرسة أن له ذلك إنها المعرفة الربانية المبدئية ربنا علم الجميع وعلم آدم الأسماء كلها علمه أسماء الأشياء والمخلوقات وأسماء الأفعال وعلمه كذلك أساليب العيش علمه كيفية الأكل والشرب وعلمه الزراعة والفلاحة بل وعلمه الطبخ وطرائقه وعلمه كل شيء فآدم منذ أن خلقه الله تعالى لم يتدرج في امتلاك المعرفة وإنما خلق هكذا متعلماً أساسيات الأشياء ومبادئ الأشياء لأنه ليقوم بالمهمة المنطبه وهي عمارة الأرض والإقامة فيها لما نزل آدم بدأ يتأقلم مع ظروف الحياة الجديدة ربنا قال له يا آدم عليك أن تتأقلم مع هذه الحياة وأن تدبر الشؤون معيشتك أول شيء أبونا آدم تزوج مع أمنا حواء الزواج وقع فوق الأرض وليس في الجنة جنة التجربة العملية لما تزوج أبونا آدم مع حواء أنجب منها الأولاد وبدأ العدد يكثر ثم نشرهم الله تعالى في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم والسنفهم وألوانهم ولغاتهم نحن جميعاً الآن عددنا أكثر من سبعة ملايير نسمة كلنا إخوة ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً كلنا إخوة أبونا آدم وأمنا حواء لقد بدأت التناسل ثم انتشروا في أقطار العالم وكتر العدد فأبونا آدم هو أصل البشرية التي بث الله منه الناس وتكاترت دريته وانتشرت في الأرض قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء الغريب أن هذه المخلوقات خلقت بطرق مختلفة أبونا آدم خلق بطريقة معينة ما هي الطريقة؟ أن الله صنعه بيده ونفخ فيه من روحه هكذا خلق أبونا آدم أمنا حواء خلقت بطريقة مختلفة وأن الله تعالى أخرجها من ضلع آدم الأعوج أخرجها من ضلعه الأيصر أما نحن البشر خلقنا بطريقة مغيرة خلقنا بالتزاوج الذي وقع بين آبائنا وأمهاتنا الله تعالى أراد أن ينوع في طريقة الخلق تنوعت القدرة وتعدت الصور ليعلم الناس أن الله فعال لما يريد منذ أن خلق الله تعالى آدم وحواء وأمرهما بالنزول إلى الأرض بدأت الحضارة الإنسانية الأولى الحضارة الإنسانية مرت بمراحل ومرت بأطوار والحضارة الإنسانية الأولى في الأرض بدأت من خلال رجل وامرأة بتكوين أسرة صغيرة تحدث القرآن الكريم عن أول لقاء عاطفي بين آدم وزوجته حواء في الأرض لما اجتمع أبونا آدم مع أمنا حواء قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ربنا يحكي بأن أبونا آدم كان خلق من نفس واحدة ثم خلق منه زوجته لاحظوا آدم خلق من نفس واحدة وخلق منه زوجته بعكس إبليس إبليس خلق مخلوق وكان يتزوج مع نفسه قيل أنه كان أعزكم الله ينكح نفسه فيلد أما أبونا آدم فخلق إمرأة وجعل الزوج بينهما الشرعي ثم بعد ذلك فرحت حواء لما اقتربت من آدم وشعر آدم بالأمس لما اقترب من حواء لكنهما فوجئة في الأول كان غرضهم قضى الحاجة واللد فلما تغشا وتذترت به لوحضوا بأن شيئا يتحرك في بطنها شعرت أمنا حواء بأن هناك حملا خفيفا شيء غريب في بطني وهذا حل المرأة مع زوجها لما يكون ماء الرجل حملا خفيف عليها لكن بعد أيام بدأ الحمل يثقل فلما أثقلت ثقل الحمل بعد أن كان خفيفا ودنت ساعة ولادتها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكوننا الشكرين هنا أبونا آدم بدأ يدعو الله يا رب نريد أن نكون لك صالحين الشكرين أرزقنا ذرية طيبة وهكذا أمنا حواء رزقها الله الأولاد ورزقها الله البنات فبدأ أبونا آدم لهو أبو كل البشرية تبت أنه لم يكن قلقا ولم يكن مكتئبا لأنه بلا أب ما تبت أن آدم تشك أنه لم يكن ولد بغير أب ولكن حزينا لأنه الرجل رقم واحد في أسرته وبدأ آدم يجمع أسرته المكون من حواء وهذه الدرية الصغيرة وانطلق الأبوان العزيزان في تحقيق مهمة الخلافة في الأرض بدأ يتأقلمان مع الواقع الجديد واشتهد آدم في عمله بدأ يعمل في الأرض أما حواء فكانت تقوم بكل ما تقوم به النساء من أعمال المرأة تعمل منذ أول ما بدأت في الحياة لم تكن هكذا في جلسة ملائكية وإنما كانت واقعية أمنا حواء تبت أنها غزلت ونسجت وعاجنت وخابزت وعملت كل أعمال النساء ثم أمنا حواء كانت تعلم بناتها هذه الأمور لتستمر مسيرة البشرية فالمرأة هي خلقت لمثل هذه الأعمال خصوصا داخل البيت أما الرجل فقد علم أبنائه لما كبروا علمهم فنون الزراعة وفنون الصناعة وفنون تربية المواشي ثم صاروا معا يتعلمون أسليب الطبخ وأسليب الأكل من النباتات ولحم الحيوانات والطيور وثمار الأشجار وفاكهتها المتعددة ثم بدأ أبناء آدم يطورون أسلوب حياتهم لأنهم كانوا يملكون العقل الواعي الذكي الله تعالى أكرم البشر بالعقل الواعي الذكي بخلاف الحيوانات الأسود والنمور والفيلة وغير من الحيوانات بقوا كما هم إلا الإنسان بفضل العقل الواعي الذكي الذي بخلاله يستطيع اكتشاف أسرار الكون ويبحث عن مصادر الرزق ثم بدأت الحضارة الإنسانية الأولى تتوسع بدأ الناس يبنوا البيوت ليستطروا فيها ويجتمع كل مع زوجته وأولاده وكل يحمي نفسه من تقلبة التقص وصار كل من أبناء آدم وحواء يتفنن في هندسة البناء وتزينها فتطورت فن البناء والهندسة وبدأ الجميع يشتهد في تطوير اللباس فكان أول لباس لباس مستقل لبسه آدم وحواء من ورق الجنة يستر عوراتهما ويعينهما للإحتشام ثم بدأ الناس ينسشون الثياب من شعر الضأن جزوا ذلك الشعر وغزلوه وكانت بداية صناعة ومباشرة العمل باليد هكذا بدأ التاريخ البشرية بدأت الحياة الإنسانية الأولى تشق طريقها على هذه الأرض وعرف الأبوان وأولادهم وأحفادهم كيف يوفرون لقمة العيش وقاموا باستصلاح الأراضي للزراعة وقاموا بتوفير احتياجاتهم الحيوانية والنباتية وصنع الإنسان المحرات الحجري والرحى لطحن القمح وبنى الكنون لطهي الطعام كل هذه الأمور الله تعالى معنا الله كان مع آدم ومع ذرية آدم في كل هذه المراحل كان ربنا عز وجل حاضرا وبقوة يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا كان يعلم آدم الأسماء ووظائفها وكان يهيئ الحياة الطيبة لدريته حتى الأرض استجابت لآدم ومطرت السماء السماء كانت تمطر بالغيط السماء لم تنقطع لا تكاد تنقطع السماء إلا لابتلاء أو دروس أراد ربنا عز وجل أن يبلغها للناس فمنذ عهد آدم وكان المطر ينزل بإذن الله عز وجل وكانت الأرض تستجيب فتعطي من خيراتها الكثير والكثير وهكذا بدأ الإنسان يطور حياته بالكد والعمل لم يكن الأمر فيه سهولة بعض الناس يظن بأنه يريد أن يحصل على المال والوظيفة والامتياز بسهولة أبونا آدم وأمنا حواء ودريتهم عملوا عملا شاقا ولم تعد الحياة بالنسبة لي مسهلة فكانوا في الجنة يعيشون حياة هانئة فيها يحصلون على ما كل ما يتنون أما الآن فقد تغيرت أحوالهم في هذه الأرض هناك فصول أربعة وهناك تقص يتغير وهناك الاحتياجات والأمور الخاصة والإضطرارية من المسكن والملبس والمأكل لماذا كل هذا؟ ليحافظ الإنسان على استمراريته لأنه إذا تأثر المسكن والملبس والمأكل فإن الإنسان قد يتعرض للفناء فلكي نستمر على هذه الأرض ونحافظ على هذه الاستمرارية لابد من توفير متطلبات الحياة الناس بدأوا بالزراعة والسقايا والطحن والخبز وبدأوا يتمكنون من الاستمرار ولكن كيف وفق الله آدم وذريته؟ لأنهم كانوا دوما يتذكرون خطيئتهم ويبكون على الله ويستغفرون الله تعالى أبونا آدم وهو يعمر الأرض كان دوما يقول مع زوجة حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا قال لهم الأرض كلها لكم يا بني آدم الأرض كلها لكم المشكل هو أن هذه الأرض هي منزلنا الكبير هذه الأرض هي ربنا أعدها لبني الإنسان ولدرية آدم عليه السلام انتقلوا فيها ومشوا في مناكبها لكن اليوم ونحن في الوقت المعاصر كيف نرى الكوكب الأرضي الذي خلقه الله تعالى لآدم وحواء كيف صارت دريتهم الآن بعد أن تكاترت وصارت أكثر من سبعة ملايير إنسان لقد قام العباد وصنعوا تعقيدات الحياة اليوم مليئة بالتعقيدات تعقيدات في السفر وتعقيدات في التنقل وتعقيدات في الترحال وتعقيدات لاستغلال الأرض وتعقيدات لضمان العيش الرغيد وتعقيدات في ميدان التعمير البشر وضعوا قوانين من عندهم لم ينزلها المولى عز وجل ولم يفرضها على أحد ورأينا كيف أن البشر صنع السلاح وصنع أدوات الضمار الشامل وأقام البشر الجدار العازل في عدة دول في العالم العربي في فلسطين مثلا أو في الاتحاد السوفيتي لما وضعوا الصور الحديدي الذي حرم المئة ملايين تنقل أسور كثيرة وجدارات كثيرة وضعت لكي يعذب الإنسان أخاه الإنسان لماذا كل هذه المقدمة طرحناها أيها الأحباب الكرام نريد أن نعود إلى فطرتنا السليمة نحن في أحوج ما نكون للعودة إلى الفطرة السليمة التي خلق الله عليها آبانا آدم وأمنا حواء وذريتهم إن البشرية اليوم تسير في اتجاهات ومسالك هي غاية في التعقيدات وغاية في التشديدات وكل هذا خلق خلق يأسا عند الناس وخلق ضجرا وصار الناس متعبون صار الناس متعبون لأنهم هم وضعوا قوانين تحمي القوي وتجعل الضعيف دائما يبكي على حاله نحن في أمس الحاجة أيها الأحبة الكرام أن نعود إلى أصل الخليقة البساطة والشعور بالأخوة والشعور بأننا كلنا جميع البشر وجميع الديانات كلنا إخوة من أب واحد وأم واحدة وأننا جميعا ينبغي أن نتعاوم في ميدان الزراعة والفلاحة وفي التعمير وفي البناء والخدمات وأن نقلل من الأسلحة المدمرة وأن نقلل من القوانين التي تمنعنا من السفر والحركة والإبداع وأن نضع قوانين محفزة لروح المبادرة نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم أمين يا ربي كريم